السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا من جديد فيديو دينا ان شاء الله اليوم يكون عبارة على مادلين اسباني رائع جدا بالقبة بالكوبة بيدون خنزير بيدون ذك الشوكوك اللي كتصراوح دائما عنه هنا في اسبانيا فان شاء الله كنتمنى وصفتي اليوم تنسي حسنكم واعجبكم تابعنا الان الاخير مع الطريقة والمقادر نبدأ على بركة الله بالنسبة المقادر جدا سهلة اقتصادية وبسيطة ومتوفرة في كل بيت اول حاجة نحتاج اربعة الحبات من البيض اللي ضروري يكونوا بدرجة حرارة الغرفة 340 جرام من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات كما كتشوفوا معايا وطبعا خليكم مقادر احتبر كوس العنباء بنسبة النسل لما كتعراشي القرامات عندي هنا بشرة الليمونة اي الحمضة 1 الخنيشة السكر فاني خميرة الحلويات من فئة 15 جرام اي بيكين باودر عندي هنا كاس وربع ونصف من السكر حبيبات سكر سنيدة كما كتشوفوا معايا نحتاج كاس من زيت النباتية وكاس وربع من الحليب طبعا هنخليكم بالملي وبالكيسان ان شاء الله ونحتاج واحمعقة كبيرة من الكاكاوبودرة المر اللي يكون غير محلة كاكاوبودرة الخام معروف طبعا فنبدأوا على باكة الله في الطريقة كنشب رواح البور كما كتشوفوا معايا كنضيفوا هنا البيض ومباشرة غنضيف عليه سكر فاني او لمعرقة من الفاني السائلة اللي عندكم متوفر في البيض فعلش قد هاد العنوان هاد وعلش قد هاد المقدمة دائما او لجميع بوجيرية يعني كيكون فيها كروسة بالشوكولات كروسة عادية كيقول لك فيها الخنزير فيها الغراسات الخنزير فيها الدهون الخنزير فان شاء الله هذا كان انداء لجميع الامهات يوجدوا هاد المدلين او كابكيك نولدتنا في المنزل كيتقام علينا اقتصاديين وسهلين وكنت نعطيه شيء نقيا وكنت نعطيه ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفة كما لاحظت معي اطربت هنا مزيان البيضات تقريبا 1 دقيقة مع السكر حتى يضعها في الحجم ونزيد هنا بشر الليمونة بإمكانكم تعاوضوها بشر برتقالة يعني كتشبه رحلة تشينا كتحكوها او لا الليمونة اللي بغيتون تومه وليك يعجبكم تعمله في هاد المدلين هذا فكيما قدكم هاد القضية هذا مهم جدا دائما 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 نحتاجوا وليدتنا يفتروا شيء في الدار او يضعوا معهم القطة للمدرسة كما الحمد لله نجحت معنا كروسة ونجحوا معنا وصفة مضمونة ونجحة مليون في المئة كما اجتوا معي كما اجتوا معي بشر الحمضة ونطرب شوية بها الطريقة لعناصر ونضيف هنا كأس من الزيت 200 ملل طبعا زيت نباتية للمدرسة وصلت تسطري بها الطريقة هذه ونطيكم واحد السر مهم جدا في هذا الوصفة لانكم تسمعهم جيد ملاحظة بشع كما يقولون اسبانيول كوبيتي يعني ذلك القبة اللي كتجي طلعة في المادلين دينا ضروري البنات ما تتبع مع هذه الملاحظة مهمة جدا فمهم بعد ما اطربت هنا يا كل شي غنشبر هنا يا الدقيق غنشب ضروري واحد الغربل ونغرب له الدقيق دينا البنات دائما لانا باش كتنجح معانا الكيكا او لجميع انواع الكيك خسنا نغرب له الدقيق دينا باش ما كيبقونا شي في ذلك الحبيبات سوف نضيف هنا يا بيكين باودر او لخميرة الحلويات طبعا لا ممكن نقول لكم القياسات لانا دائما انا كنخلي لكم مقادر الصندق الوصف باش كترجعوا لي لو تجبروها مكتوبة بكن حاول نغرب المزيان بعد طريقة ان هذا الفيديو حاولت منجره شي وصافيا انتم مكتشوفو مخصنا يبقى ونحتحوا بيبات تفوص الخاليط دينا نضيف هناك الكاس كامل من الحليب بالطريقة هذه وكن نواصل التطريب حتى يندمج للطحين مع السوائل ونضيف هناك كامل من الحليب من هذا الكاس ربع الكاس اللي تماما نضيف عن خليط تقريبا واحد كامل نزيده في العجين اخر فاللي ما بغاش يعمل مثلا ذو الشوكولات وما بغاش يخلطه بإن كان تكون تخليوا خالدك ما هو وعملوا كل شيء في حال يعني بالعجينة البيضاء ولي مثلا بغي يشكل هيدا وهيدا لأن احنا معروفين معروفين وليدت ديانك يعجبهم شوكولات بزاف فصف في تقريبا العجينة دياننا وذو الخالد دياننا واجد تحاولوا ما امكان تطربوه مزيان باش ما يبقوا نحت تكتلات او لحبيبات من الدقيق هنا عندي جود البول غن نشبر هنا يا او غنقسم العجينة دياني غيبها الطريقة هادي يعني عنكم ميزانكم هنحاولوا تقسموها على جوج غنعمل نصف هنا والنصف هنا كما كتلاحظوا معايا وسبحان الله جاء قياس هو وعدك في حال تقول محسوبة او لموزونة فصف يا انتم ما كتشوفوا قسمنا العجينة دياننا على جوج واحد يعني واحد البول عنخلي كما هو بما تقفاني عادي عنغطيه وعنخلي على جم والتاني شاء الله كما كتوفوا معايا غنزيد لهم علقة كبيرة من الكاكاو بودرة يعني هاد الكاكاو هادا كما قد تكون في الاول غير محلة ملعقة كبيرة عن غرب له حتى هو بهذا الشكل هذا ومن بعد عن ضيف دك شوية الحليب اللي يبقى لي لان باش نخفع في العجينة دياني شوية حتى هو بدوره غنحركم زيان حتى كم دامجنا الكاكاو مع الخالط بها الطريقة هادي كما كتشوفوا معايا ان شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة وغير معقدة فالصراحة دغيك يوجدون سهلين ويعني ما فيهم شي تعقيدات ولا شي حاجة فسا فيها موجود الخالط دياننا جاهز واحد بالغاني واحد بالكاكاو فهنا جاءت الملاحظة المهمة البنات والسرد هاد الوصفة اللي كي يعنوا الاسبان دائما في المادلين ديالوم او لمكداليناس فضروري ضروري ما تخليهم في التلاجة على الاقل على الاقل جوش 3 ساعة واللي عند الوقت تخليهم ليلة كاملة دروري العجين الخالط دياني يكون بارد خليهم ليلة كاملة واللي ما عنداش الوقت على الاقل عملهم في التلاجة اي في النبرة على الاقل 3 ساعات عاد غا نكملو الوصفة دياننا فمن بعد ما قلت لي 3 ساعات انا الصراحة ما خليتهم ليلة كاملة شبرت هنا هاد الساواني اللي كان عملو في يوم الكابكيك عمس في يوم الكابسولاس او الاوراق البيضاء كيما كتشوفوا معايا جبت الخالط اللولاني هو هذا دفاني كان حرقه شوية قبل ما نعملهم ومن بعد نشبر هاد الملعقة اللي خاصة بايس كريم وكم قلت نعمل واحد ملعقة في كل واحدة طبعا نحن نعليه حتى نتولوت هذا تولوت الكابسولة يعني ذاك الورق نحن نعمره تولوت ديانه ماشي ننصف التولوت باش كتطلع معنا وكتجي معنا بدك القبة بينه فمهم هنا في هذه الاتناء الفرن عنا مصخن على درجة ميتاين يعني ميتاين اه كان صخن الفرن ديانه عشرة بقاية قبل كما احبتوا معي عندي هنا السكر ثاني دا السكر حبيبة عادي كان عمل شوية في كل واحدة وكما ما تكفووا ليش يجوني 11 حبة ماشي طنائش في ذاك الفرن انا اقوم بعمل لكي لا يتحرقنا شيء ضرور يا ابنت هيا انا اقوم بعمل لكي لا يتحرق و سر هذه القبة من المحل لكي تكون باردة و الفرن موجود فهو يجعلها تقوم بعمل لكي تتحرق هذا هو السر الذي يقوم بعمل لكي يجعلها الإسبان في المدلين فطبعاً دخل الفرن عدد حرمية 20 من تحت ومن فوق تقريبا 15 20 دقيقة دائما 15 20 دقيقة بنات وكن خرجهم كن خليهم يبردوا شوي على تشبيكة واحد خمسة دقايق من بعد مباشرة كن زولهم من القوالب وكن عملهم يبردوا لان دراجة لكم ندعم هذه العملية باش ما كيعراقوكم شي ابنت لان ودخلتهم في نفس سينية ترجع فيهم وكيعراقونا من تحيز وكيتفزقو فانتمنى ان شاء الله ملاحظاتي تكون سهلة ومبساطة دبعا نخليهم يبردوا ونشبرو هنا العجن اخر اللي فيه طعم الشوكولاتة تهوى بدوره ونعملو في الكابسولات كما كتشوفو وان شاء الله كما اخذكم الفران البنات منصخن على دارة 200 ماشي 180 وماشي 170 ماشي ندخلوهم في الوسط نحسبوهم من 15 20 دقيقة فمهما كما اخذنا نفس الطريقة اللي عملت في الأول ونعملها في الثانية وكان شبا نعمر كل واحدة بطوله لاني كنا نطلعهم شوية سوف نقوم بخلصة لشوكولاتة سوف نقوم بخلصة بشوكولاتة لفرن لا تفت فرن ونحن ندخل الوالة في مدى قلباني وندخلهم في مدى 15 دقيق كل سيدة وفرانة من 15 دقائق تطلل عليهم ونخرجهم ونخلهم 5 دقائق أخرى ومهمة البنات هذا الشكل نهائي المادلين دينا او الماظان كل واحد كيف يسميه يجو رائع جدا يجو كي حمقوا لدادين وصنع منزلي وكما تشوفوا ذلك القبة التي تكون فيهم مثل اللي كان شريهم في مركضونا تماما في حال هذا كان شريهم في ذلك البورصة في مركضونا وبالذات الأخوات يقول لك لا تشري شي فيهم الحلف فيهم الحلف فأمونا نتمنى أن نزولوا الشوكوكات من العقل دينا فنحن نعدلهم في الدار وهذا هو الشكل دينا منيها يجو كي حمقوا يجو منفوش من داخل يجو لدادين فكن نصحكم بهم إن شاء الله تعملهم لأنهم بساطوا سهلين واقتصاديا وكيبقونا أسبوع يعني إذا احتفظت بهم في واحد العلبة معدنية محكمة الإغلاق وكيبقوا مزياني فإن شاء الله كانت مننا وصفتي اليوم تعجبكم وتناس إحسانكم وانتظرونا إن شاء الله مع وصفات أخرى بإذن الله شكرا لكم على حسن متابعة مسبقا وإلى اللقاء مع السلامة وأحبكم في الله